الرسالة من اللي يصيب الدج بالدج بالدقاء ديت الرسالة رحمة الله سيبسطف العقاد من اللي يدر الإخراج دي للرسالة في 71 أو 72 لا أذكر كانت عندهم مجموعة من الإكرهات إكره اللول هو أنه أول وحدين بغاء يمشي عندهم بشي مولو لي فيلم الرسالة والبلد الفلان قال لي البلد الفلاني لا والفيلم الصورة الصورة حرام سيرت لعب جاء مصطف العقاد والتصل بالدول الملكي سعى الحسن ثاني رحمة الله عليه فقال لي الحسن ثاني رحمة الله قال لي عليا ضغوطات وليت المتحدة الأمريكية وكذا إلى آخره قال لي هو لكن في السيرية تامة بدأت تصوير ذيالك في المغرب فبدأت تصوير ذيالك في المرسالة في المغرب من اللي اكتر الضغط على الحسن ثاني رحمه الله هبط عنده مباشرة نحتل منطقة ديالتصوير فورزازات قال لي سيم سطافا لا تحملني من الأمر ما لا أطيق هذا الجهد يعني لقى مع أمر القدافي مستعد قال لي هنا نجيوه لكن بيشط دري شي حاجة على الليبيا قال لي ما كان شي شكال هي فالصور الفيلم ديال عمر المختار المجاهد الليبي فمشا تماما أصور كمالتصوير دياله إلى آخره إيه؟ وباش يخرج هذاك الفيلم اضطر مصطفى العقاد فهذه الظرفية حيث الواقع تيفرض أمور كثيرة جدا فهذه الظرفية اضطر مصطفى العقاد أنه ياخذ الموافقة من الأزهر وياخذ الموافقة من وحل مجمع فقهي وياخذ الموافقة أيضا من المرجع الأعلى الشيعي في لبنان إذن ذاك شي شكال اللي كيتفرج في الرسالة كي يرد لبال أنه ما كانش توسع في ذكر أبي بكر رضي الله عنه وأرضها إنما يذكر في إشارة في القضية دياللغاء وما كانش توسع كبير في ذكر عمر رضي الله عنه وأرضها إنما هناك إشارة لي قيل تعمل سيف ديالسيدنا علي في هدوك جوج ضربات ولي كيبانو كزاف كيبانو البيت كيبان سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه بان الثالث اللي كان في المبارزة نسيت لي اسميه اللي كان في المبارزة في غزوة بدر مهم حل الشاهد كانت واحدة مجموعة من الأخطاء التاريخية مثلا من الذي بارز حمزة ما كانش هو عتبة وإنما كان شيبة واللي بارز سيدنا علي ما كانش هو الوليد إلى غير ذلك أخطاء هذه قد ترجع إلى المصادر ذيك الساعة ما كانش القرح على التنقيح إلى غير ذلك بالإضافة إلى السيناريو خصوة تحبك شي شوية يوم اللي الفور كانوا في السيناريو دي الفيلم الرسالة كان توفيق الحكيم الكاتب الأديب إذن خصوة تقدو شي حويجات مثلا ليتكلموا على وحشي وحشي بينو على الاعتبار أنه كان مولاً لهند بنته عتبة وفي حين أنه وحشي كان لي جبير بن مطعم فهذه أمور تدوز بشي طريقة لما لما عرض فيلم الرسالة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع الحركة دي The Black Muslims اللي كانوا شدها إليجا محمد إليجا ومن بعد بعد ما شوفهاش نفصل عليهم مالكوم إيكس إلى آخرين أنه بلل قدير مفال إسلام الأول وغير بعشرة فهذه الحركة دي The Black Muslims وقفت ضد العرض دي فيلم الرسالة أنه كانوا بغاو يقول ليهم بللي كان إسلام دي البيضين وكان إسلام دي الكحلين فيلم الرسالة كي يجي كي هرس ليهم هذا شي كله فمن بعد ما تعرضوا معها وطلعوا هباطين آخرين فإذا جات لموافقة لما عرض فيلم الرسالة في الولايات المتحدة الأمريكية في أقل من شهر دخل الإسلام ما لا يقل على ثلاثين ألف مواطن أمريكي يعني أنا ما كان قلش لكم فيلم الرسالة زوين ولا كله حلال ولا كله حرام ولا كده أنا كان حط لك وقائع من ليه هذا الفيلم نحسب وأن أنا شخصيا أحسب وإن كانت فيه مجموعة من المخالفات لكن شخصيا أحسب أن مخارجه كان فيه من الصدق الشيء الكثير لأنه شنو الدافع لإخراج فيلم الرسالة وأنه كان قلش مع أوليداته لأنه هو تربية في الولايات المتحدة الأمريكية هاج دار تماما ووزوجة ديالو ولاده كابرين تماما في أمريكا فإذا أوليداته تلاعبوا حدا وقفوا صولوه شي سؤال في السيرة النبوية والسؤال بديهي يعني صولوه على قديق قال لي رأى اسمعناك هذا والنبي عليه الصلاة والسلام مشاهدة علش ما بقاش في داره علش مشاهدة جهة آخر قال لك فالقيطرة سيم درس الفقه ولا السيرة ولا كده قال لك لكن أحسن الإخراج فقلبت على شي قانات اللي ندوز منها ذك شي اللي بغيت لأولاد المسلمين فكان فيلم الرسالة لإشكال أن هذا القبول الذي لقيه فيلم الرسالة لأنه كالإخراج كالصورة كالتقنية كالموسيقى كالك وإن قورنا فيلم الرسالة اللي تدار في السبعينات مع التقنيات الحديثة ديال الإخراج يبدأ لك بحل درس غير في مدرسة ديال السينما ما غير يديرش الوساخ ديال الوساخ دياله غير يكون حسن من تقنيات ديال فيلم الرسالة ولكن هذك شي اللي كان متاح ديالك ساعة كان أفضل مكان فمن اللي الدارسة القادية ولا لعنا فيلم الرسالة وقيس عليه مجموعة من المسلسلات الدينية اللي الدارس من بعد ولت هي المرجعية ديالنا في الدين فولينا ضغينا شي حاجة على النبي عليه الصلاة والسلام مش تندير وتنتفرجه مسلسل وهذا ردوا البال ربما انتم ما تزقلتوا منها ولكن أنا بقي نعقل أولية تقريبا شي تقالي شي 12 سن ما فيتاش 12 سن وكلنا قاتبوا علمجاج بدنا الهضراء وكتلم القادية ديال وجبنا كلمة مع جوغدوم لغوورنانت مع جوغدوم كالي شنية جوغورنانت شنية مع جوغدوم كتلموا ديالان كانوا شحال هذية ودابا بقي ناس كتلقى عندهم وكتلقى واحد هو رئيس الخدم إن صح التعبير هذا كرئيس الخدم هو الشاف ديالوم كيتسمى ما جوغدوم أول مرة كتكون هي مكلفة بالخادمات والمساعدات فكتسمى لغوورنانت بمجرد ما قلت لي هذي كالغوورنانت هي رئيسة الخدم رئيسة الخادمات وينقص دري بلما يخرجت لي بلما يحس يلي يقاب حل حريم السلطان قلت لي هي ممكن حيث أنا ما عرفت أن حريم السلطان ما فيه فما نقول سلك أهول نقول لك ولكن غالبا مدامنا قزتي وكذن غالبا غالبا ستكون في حاله اللي درني في القادية شنا هو هو أنه ووليداتنا المرجعية ديالهم فيما يتعلق كل أمور ديالحياتهم وعلى رأسها علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنها هي محل الشاهد ولت مرجعية تتخذ من المسلسلات تتخذ من الأفلة فكلنا هذا واحد النوع من الرصيد قلنا ذي ندروك دا فأقول لك عندك شي ذهني كنشوفوه تنتفرجوا فيه فأقول لعنا سيدنا حمزة هو عبدالله غيث حاجة وحدة لممتل العبدال أولا من نسبة قال زولة هو أنطوني كوين أبو سوفيان هو حمدي غيث أخوه متل معاه عندنا خالد من الوليد هو ما شئ اسميته خالد سعيد والشي حاجة في حالش لبناني أمونا واصف هي هند بنتو عتبة فمن لك نشوفه أمونا واصف وحد في المخر كنقوله آه هند بنتو عتبة من ثلاثة وحد في المخر فكتخنط لك هذه صافية يقول لك عندك انتا هدوك الناس هما هدوك الصحابة هما هدوك الكفار هما كذا صافية تفوت القضية مسائل ذهنية من بعد أولينا كنناخدو الأمور الأخرى ديال الجغرافية ديالنا إلى آخرية التاريخ تولينا كنناخدوه من المسلسلة والأفلام النهار بغينا تعطشنا وبغينا نتعلموا دينا لقينا ريوسنا ما عارفين والو جاءت دور ديال القنوات الفضائية بدأت أول مبدأ الفتح يعني وسميه فتحا يعني لا أخفيكم سرة وين كان فيه بزر ديال الأمور اللي هي شكل لكن بالنسبة لنا شوي ديال الأكسيجين دينا في الفيرسيون اللولى أما الفيرسيون لايت هذا منذ آخر بدأت قناة الناس من بعد قناة الناس بدأت يبنوا القنوات الأخرين ديكتبان قناة الرحمة ديكتبان قناة النداب بدأت يبنوا قنوات أخرين لماذا الشيعي تأو خدام بالقنوات دياله سوف يترون من بعد بدأ لو أحد بغي تعلم دينه تيمشي الجامع ما تلقاش إلا إلا عنده الظهر ربما في دربهم وليلقوا أحد المساجد هي اللي فاهم مثلا واحد الشيخ أو مثلا واحد دكتور واحد أستاذ تيعلم الناس الدين ديالهم ولكن ما بقيناش عمار المساجد اللي كنا في الزمن الأول كتلقى واحد تيدر منك يقول الزمن الأول ما تمشيش لقى من الثالث وجود أنا كنت أقول على الثمانينات كنت أقول على الثمانينات في جبان الصحوة والحركة الإسلامية في الأخر تستينيات في المغرب والسبعينيات مع الثمانينات اطلقا مثلا واحد غد يضرب مثلا من اللوصيان غد يمشي يحتلع قبل منصور على رجليه باش يحضر مثلا للشيخ الفلاني عنده مثلا تم درس ده ما ما بقاش من اللي كتروا المساجد تعلمنا العقز فغل نمشي الجامعة اللي قصلة خطبات الجمعة انت وزهرك تقدر وتقدر فانت وزهرك والجمعة اصلا ما مديوراش في الفقه الاسلامي الجمعة ما مديوراش باش تعلمنا الفقه الجمعة مديورة باش تصنهض فينا الهمة وتحرك فينا الإيمان وكتشحن إيمانيا من الجمعة إلى الجمعة كي قال نبي عليه الصلاة والسلام الصروات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينه انما هذه محطات وتستفيد منها على قدر حضور قلبك وحضور جوارحك والتبكير لغا لذلك من الأمور فأولين أبغي أن تعلموا ديننا قالوا التليفون قالوا يا شيخ عندي كذا كذا فأوليت أنت كتصل من المغرب على واحد مثلا كين في بريطانيا أو كين في مصر أو كين في المملكة العربية السعودية أو كين في تونس أو كين في لبنان يقدر من هذا مغير كي يشوف كتبالي الحياس لها مرزة تليفون تيهز تيسول هو ربما طحف واحد رافضي لكون ساقل أخبار انت رسولني كرة تيرافك من تليفون وسط هذه الفوضى خرج لنا فقه النمط الوحيد وهذاك النمط الوحيد هو اللي خلق لنا إشكال مليك نقول نمط الوحيد يعني صار كل توجهين يدعي أنه النمط الوحيد الصحيح الحقيقي وهذا هو الدين وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فوحدين مشاءوا لجهة السياسية وقال لك هذا هو النمط الوحيد وغيره وتخر بيقى هذا هو الأصل والباقي تقليد كي يقولوا في الشيء دي البيع الشراء وحدين قال لك اعتزال العمل السياسي بنسبة مئة بالمئة وتعليم الناس واحد جوجت لا تفشيح وجهة الأخيرة هذا هو النمط الوحيد وهذا هو الحق وماذا بعد الحقي للضلال وحدين قال لك اعتزال العمل السياسي بنسبة مئة بالمئة قال لك دور عليصر عليمن دور عليمن عليصر قال لك لو بغيت تحضر معنا وخا تكذب على داركم ما كانش إشكال وخالب انت تصافر بيدوني محرم المنطقة كذا بجي تحضر الاجتماع لأنه قال لك بكيش إشكال هذا هو النمط الوحيد فوسط هذا الشيء كله يجي واحد يطرح سؤال يقول لك فينا هو الحق يقول لك الحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان النبي عليه الصلاة والسلام في واقعه الذي بعث فيه ليفرض على الناس أمورا كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنها إماك وإماك وكان في كثير من الأحيان يقر الرأيين تأليفا للقلوب كما ذكر أستاذ المراد حفظه الله